السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف السادس العلمي ومحاضرة جديدة من محاضرات الجهاز التناسلي في الإنسان وليوم محاضرتنا عن تركيب خصية الإنسان وكيفية تكوين النطف فيها مثل ما شرحنا بالدرس الماضي قلنا خصية الإنسان تقع في كيس خارجي اسمه كيس الصفن هذا المؤشر عندنا وفي داخل الخصية موجودة مقسمة إلى فصوص كل فص بعدد من النبيبات المنوية المجهرية ونهاية النبيبات المنوية كلها تتحد في تركيب هذا يسمى بالبربخ حيث تخزن فيها النطف وتكمل عملية النضج مالتها ثم ترسل بواسطة القناة الناقلة إلى مكان خزنها اللي هو الحواصلات المنوية هسا عملية تكوين النطف طبعا شكل الخاصية في الإنسان هي تركيب بيضوية يحتوي على نبيبات منوية يصل طول هذه النبيبات المنوية مجتمعة حوالي 250 متر تنشأ في هذه النبيبات المنوية طبعا سليفات النطف هذه بداية النطفة تزداد في حجمها ثم تنقسم انقساما اعتياديا لتنتج خليتين نطفيتين أوليتين كلها هما هذه ثنائية المجموعة الكراوموسومية اللي هي الخلايا النطفية الأولية تمر الخليا النطفية الأولية بمرحلة انقسام اختزالي أول لتنتج خلية نطفية ثانوية أحادية المجموعة الكراوموسومية يعقبه انقسام اختزالي ثاني ينتج منه ما يسمى بأرومات النطف هذه أرومات النطف أيضا تكون أحادية المجموعة الكراموسومية وبعد هذه أرومات النطف تمر بعملية تحول شكلي لتتمايز وتكون النطف والتي تكون أيضا في النهاية أحادية المجموعة الكراموسومية النطف وكل نطفة في الإنسان تتكون من ثلاثة أجزاء هي الرأس والقطعة الوسطية والذيل أو الذنب طبعا هذا هنا قدامنا الرأس والذي يكون في بدايتها القبعة الرأسية التي تحتوي على الجسيم الطرفي هذا اللي جابوا بالبكالوريا وقالوا شنو وظيفته الجسيم الطرفي شي تقول موقعه في النهاية الأمامية أو الحافة الأمامية لرأس النطف وأنه يكون وظيفة جسيم الطرفي يكون مواد ذات طبيعة إنزيمية تساعد على تحليل أخشية البيضة عند التقاء النطف بالبيضة وبذلك تسهل مرور شنو النطف إلى سطح البيضة وتحتوي أيضا القطعة الوسطية على محور من نبيبات طولية يعتقد بأنها تسهل حركة الذيل أذن هنا هذه نطفة الإنسان مثل من دنشوفها الرسم الكامل إلها وهي مهمة جدا طبعا نحفظ رسمها وقلنا بيها وظائف متعددة مثل وظيفة الجسيم الطرفي الذي يكون مواد ذات طبيعة تساعد على شنو اختراق النطفة إلى البيضة ومجموعة من القطعة الإنبوبية الموجودة في القطعة الوسطية هذه تساعد على توليد الحركة لتساعد على تحريك الذيل وبالتالي حركة النطفة وشكرا لكم أعزاء الطلاب واللقاء في محاضرة قادمة وأرجو مشاركة المحاضرة هذه مع زملائكم لتعام الفائدة